لكن تعال على الصعيد الآخر والمنتخب التونسي الشقيق وأنا بحب تونس جدا دايما كل فرصة أستغل الفرصة أقول يعني أن أنا بحب تونس جدا لكن للأسف للأسف الشديد يعني إدارة فنية سيئة جدا للمنتخب التونسي مدير فني مع كامل احترامي ليه تمام لا يستحق أنه هو يقود المنتخب التونسي فنيا بالمرة بالمرة لما يكون عندك هو ما طبعا فسره النهاردة 1-0 قدام أستراليا لكن لما يكون عندك بره علي معلول والجزيري وبتقعد في الجاني ساسي والخزري بره وبتقعد كمان حنة بعل وبتقعد محمد علي بن رمضان وبتقعد ناستي إله جدا جدا عالدك أمال مين اللي يلعب يا جماعة يعني في المنتخب التونسي أمين اللي يلعب أما كل الناس دي عالدكة منزلش منهم غير واهب الخصري بس طب مين اللي يلعب يعني طب حتى نزل معلول والجزيري الجزيري أفضل بكتير من طه يا سيني الإخليسي نزل في الشوطي تاني وأفضل بكتير من الجبال اللي هو بيلعب أساسي أصلا أفضل بكتير لعب بيهد في الدفاع لعب سرعاته ممتازة علي معلول بحلول يقدر يعمل لك حاجات كتير جدا في الشوطي الأمامي حتى استغلهم في الشوطي التاني يا راجل يعني مش معقول قايمة المنتخب التونسي قايمة جيدة بس قاعدة على الدكة قايمة جيدة قاعدة على الدكة مش موجودة ما بيستعينش محمد علي بن ربضان هذا اللاعب الموهوب جدا جدا في تونس وأبرز لعب نادي الترجي ولاعب من اللاعبين الممتازين في نص الملعب يبقى على الدكة ليه؟ يعني أنا مش قادر أفهم طب حتى استخدم الناس دي في الشوطي التاني لمحمد علي بن ربضان ولا علي معلول ولا جزيري ولا فين يعني أنا مش فاهم بصراحة سواء مباراة الدنمر كان يقدروا أنهم ما يكسبوا لكن لو فيه دارة فنية وفيه شوية جرأة هو ده اللي بينقصنا كلنا كعرب أن يبقى عندنا شوية جرأة يا جماعة احنا نلعب كسا عاما مش عايزين ناخد البطولة احنا مش هناخد البطولة أي منتخب فينا صعب حاليا ناخد البطولة حلم ممكن يحصل قدام الله أعلم ممكن إيه اللي يحصل في الكورة لكن إلعب للمتعة إلعب وبين إمكانياتك وبين الكورة اللي عندك وإلعب كورة يعني منتخب التونسي مستني إيه؟ يعني أنت الآن طبعا أنت خسرت برضو للأسف شديد يعني فبصراحة إدارة فنية فكروني يا جماعة باسم المدير الفني إدارة فنية سهية جدا الواحد زائل قوي 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 على المنتخب التونسي بعد سواء في موراة الدنمارك والناس كانت مهولة قوي في تعادل وإن الدنمارك منتخب تقيل والله ما تقيل في المتناول منتخب الأسترالي في المتناول جدا خسر من فرنسا 4 واحد طبعا فرص تونس بقت صعبة للغاية هي موجودة بس تكاد تكون مستحيلة لأن المتش الجاي مع فرنسا مدرب جليل قدري بصراحة يعني مع كامل احترام من شخصه بس فيش أي نوع من أنواع الإدارة والحنكة الفنية في المباراة خالص خالص يعني في المتشين فالفرص بقت صعبة هتلعب مع فرنسا فرنسا فريق بطل العالم هكسبه النهاردة الدنمارك هيمتش كمان شوية ساعة 6 وبعدين خلاص الأمور بطولة كاس العالم بسبب إدارة فنية سيئة للغاية وعدم جرأة واضحة جدا عند عناصر المنتخب التونسي الشقيق هو يوسف المساكني اللي فيهم صراحة من اللي بيلعبه لكن في لعبات إيه لا قاعد عدك ما بيستخدمها إيش ها يستخدمها إمتى بعد ما تخرج من المونديال حاجة منتخة غرابة يعني هارد لك طبعا هارد لك طبعا